باربي صوت سندريلا البوكس نيوز البداية بيش تكون برئيس الجمهورية قيس سعيد وزيارتو إلى الجزائر وينأكد في كلمة ليه النهارة السبت أمام القمة السابعة لمنتدى البلدان المصدرة للغاز بالجزائر العزم الثابتة التي تشترك فيه تونس مع الجزائر لتطوير العلاقات إلى أسما وأعلى المراتب انتلاقا من الإيمان بأنه لا يمكن رفع التحديات إلا مجتمعين متطلعين إلى مستقبل أكبر وكلما تدفق نفط من بئر أو اكتشف حقل للغاز إلا وجادت الأطماع بل واندلعت الحروب وسالت الدماء وهناك مشاريع وأقولها من التاريخ مشاريع تم تعطيلها من تونس وهناك من يريد تعطيلها إلى حد اليوم ولكن سيتحمل مسؤوليته كاملة مهما كان موقعه إذا أراد أن يعطل هذه المشاريع أو أن يؤخرها أو أن يرتمي في أحضان اللوبيات التي تتحرك وراء السطار حتى تستأثره بثروات الشعب التونسي هذا بطبيعة الحاسة أن أحرص وأحرص شخصيا على عدد من الملفات حتى لا يتسلل إليها هؤلاء كما تسلل الاستعمار إلى بعض العقول هذا كلام رئيس الجمهورية تعليق محمود سعر العباد الكل تسائلت عنيش تونس يقع استدعاءها للقمة هذه متاع الدول المصدرة للغاز رفيق وفرما حاتش كوني بشي قالك شباه قالك ياينك أنت ماشي لستاد وعندك تسكرة وهزيت خوك الصغير معاك ودخلته معاك برش عبادي تسائلوا شو دخلنا أحنا في الدول المصدرة للغاز وخاصة الدول الكبرى قمة مهمة بالحجم هذا الجزائر إيران العديد من الدول الكبيرة وقطر زادها والعديد من الدول ولكن الأهمية في هذا الكل هي البعد الرمزي أنه يقع استدعاءك من الترف الشقيقة الكبرى الجزائر في قمة مهمة تكون تونس حاضرة فيها فأنه هذا يبين حكم العلاقات القوية بين تونس والجزائر ثم حاجة أهم من هذه الكل رفيق ورناها صورة التوانسة الكل كيفاش الرئيس عبد مجيد تابون والرئيس قيس عيد شادين يدين بعضهم وقت لهابت من الطيارة وهذه كتلخص كل شيء تلخص العلاقة اليوم فمع بيضة تقول لك العلاقة ماهيش بين تونس والجزائر بقدر ماهي علاقة بين السيد الرئيس عبد مجيد تابون وسيد الرئيس قيس عيد ذوق علاقة شخصية مهمة جدا اللي تخلي العلاقات بين الزوز دول إيطاليا كلام الرئيس الجمهورية على من أجر محمود في حق البلاد ومن عطل هذه المشاريع ومن ما زال يعطل هذه المشاريع مش شأنون داخلي هذا مش مشاكلنا هذي ديما نقولوا أنه هذه ماهي داخلنا ماهي نلوم مثلا رئيس إيران يسمع في هذا علاش رئيس الجزائري يسمع في هذا علاش لا موخاتر رئيس الجمهورية يخمم ويقول أنه ماهيش بأطراف داخلية بحثة هي مرتبطة بأطراف أجنبية تحب تعمل السابوتاج لتونس وبتالي يعطيها البعد الخارجي والبعد الإقليمي معادي أقول لك هما عملاء الخارج في الداخل هما اللي يعطلوا بتعليمات خارجية من بعض الأطراف الخارجية سواء كانت عواصم أوروبية أو عواصم غربية بصفة عامة هما اللي قاعدين يعطلوا ويدعيوا في الناس والمسؤولين بتاعنا يحظوا فيهم بشي يعطلوا المشاريع هذه رب حاتم هو له معناه الدعوة تمت متأخرة معناها خاطر القمة مبرمجة عندها برشا لكن حتى كيراوف على صفحة الرئيسة أعلان زيارة رئيس الجمهورية كان جاء معناه يكون نهار ولا نهارين قبل انطلاق القمة الصورة ماك تعرف معناها الصورة مهمة أكثر حاجة معناها تحطت في الصدارة أو النفورة أو بشتنس رئيس الجمهورية يمشي لأي بلاد ويستقبلوا رئيس معناها في خمسين فانية تتعدى عرفتك بك الموزيكة الرتيبة تتعدى لكن عشرة دقائق بليش كلام بالموزيكة والاستقبال من الطيارة من شدين من يد الحافية والاستقبال كان فيها برشة برشة رمزيكة فما معناها هذيك هو اللي حبي يوصله للكمبليسيتي اللي فما بين رئيس الجمهورية ورئيس تابون في ظل حاجات قاعدة تتغير معناها هل تابون استدعقاء سعيد بش يتمنوا على مستقبل العلاقات هذي البايبلاين قالك بش يتعدى متاع إيطاليا بش يتعدى نقوله إيطاليا عندك الحق رفي هذي بش يتعدى من خلطانيا هذي حتعدى من خلطانيا شدي تروعي بش يتعدى من خلطانيا فما زيد اتفاقية مع ما بين جزائر وموريتانيا اللي هي معناها حاجة متأكدة وحاجة مهمة في اللي زي شانج خطر تعرف مشكلة المغرب وتزير على معناها بش يبدأ عندهم أكسي للمحيط الأكسي ذيك معناها بش يخذوا من عند موريتانيا دونك فما البوتاتر زد الميلف ما تفحكش هتم خلو موريتانيا واخروج موريتانيا الميلف الليبي زد عما أتفلح الأمه لكل ري موريتانيا كانت ت swallow موريتانيا 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 حاليا من خلطانيا تقول película موريتانيا يا حاتف مش حلوة موريتانيا يالله شكرا عيتلي يا حاتف أه فما زد الميلف الليبي اللي هو ميلف مهم وطوى معناها في التغيرات الجيوستراتيجية اللي صايرة في المغرب العالمي بالصفة عامة. دوك هذو ما ملفات أخرى. أما أنت دخول معناها الشأن داخلي هو مرة هو معناها ما هوشي الببليك متاع ولا مرة هذي ما هوشي حكي مع توينسي حكي مع قوى خارجية. وكان وكان ريتوشي معناها الزوز حاجات اللي زوز اللي قائت اللي حكيت عليهم واللي عملت عليهم كومنيكاسيون ريس جمهوريه اللي قام مع أمير قطر واللي قام مع إيران اللي قام بتاع إيران في الظروف هذية معناها فيه دلالات أخرى سياسية. فيه برشة دلالات سياسية.